اشتركوا في القناة مجلس للحكومة عن بعد برئاسة السيد عزيز أخنوش خصصة لتقديم عرض قطاعي وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية في مستهل هذا الاجتماع أو في مستهل هذا المجلس تتبع مجلس الحكومة عرضا حول التوجهات العامة للتنمية الرقمية المغرب الرقمي 2030 قدمته السيدة غيتامزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وفي بداية هذا العرض ذكرت السيدة الوزيرة بمرتكزات هذه التوجهات العامة والتي تأتي تنفيذا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي حتى على الاستثمار الأمثل للفرص التنموية الهائلة التي يوفرها الانتقال الرقمي وكذلك تماشيا مع توجهات جلالته الداعية إلى ضرورة تسريع وطيرة الرقمنة لسد الفجوة في هذا الميدان وجنية ماري الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم كما سلطت السيدة الوزيرة الضوء على أهم المكتسبات التي حققتها بلادنا في مصاري الرقمنة وأبرزت السيدة الوزيرة أن التوجهات العامة للتنمية الرقمية تقوم على مرتكزين اتنين رقمنة الخدمات العمومية وبت دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب الشغل بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادقة على مشروع المرسوم رقم جوج 24-62 بسحب المرسوم بقانون رقم جوج 23-781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 5 أكتوبر 2023 بتغيير القانون رقم 0-7 بإحداث الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قدمه السيد شاكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في 10-26 ديسمبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمتيلية بشأن النظام الأساسي الخاص بموظف قطاع التربية الوطنية ولا سيما تلك المتعلقة بإدفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادقة على مشروع القانون رقم 0-23 يقضي بتغيير القانون رقم 0-7-00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قدمه أيضا السيد شاكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ويندرج هذا المشروع في إطار التدابير الشريعية المتخدة لتنزيل مخرجات اتفاق العاشر والسادس والعشرون من دجمبر 2023 الموقعين تحت إشراف سيد رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمتيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي ولا سيما المتعلقة منها بإضفاء صفة الموظف على جميع موظف القطاع بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 0-7-00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه وسيمكن هذا المشروع من وضع الإطار القانوني اللازم لاعتماد عبارة الموظف بدلا من عبارة الموارد البشرية في جميع مواد النظام الأساسي الخاص الجديد الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمتيلية واللجنة التلاتية الوزارية المكلفة من لدى السيد رئيس الحكومة ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى تغيير مقتضيات المادة الحادية عشر من القانون رقم 0-7-00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه وواصل مجلس حكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 0-4-24 بتغيير وتتميم القانون رقم 0-1-21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 0-11-71 قدمه السيد فوزي القجاع الوزير المنتدى بلدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ويهدف هذا المشروع إلى تغيير القانون رقم 0-1-21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 0-11-71 من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 0-7-00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لا سيما المادة 11 منه المقترحي نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 0-3-24 وذلك بإحلال تسمية الموظفيين محل تسمية الأطر النظامية بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم جوج 24-64 بوقف استفاء رسم الاستيراد المفروض على فصيلة الأبقار الأليفة قدمه أيضا السيد فوزي القجاع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ويأتي مشروع هذا المرسوم بعدما عملت الحكومة خلال السنة الماضية على وقف استفاء الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار الأليفة إلى غاية 31 دجمبر 2023 ونظرا لاستمرار الظروف المناخية الصعبة مع تداعيتها ولضمان مواصلة تموين السوق المحلي من لحوم الأبقار يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة إجراء وقف استفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار الأليفة وذلك إلى غاية 31 دجمبر 2024 وواصل مجلس حكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم جوج 23 728 بتغيير وتتميم المرسوم رقم جوج 13 820 الصادر في 16 من محرم 1436 10 نوفمبر 2014 المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني قدمه السيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ويأتي هذا المشروع قصد تحسين جودة الخدمات المقدمة لمستوردي ومصدر الحبوب والقطاني ويهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم جوج 13 820 وذلك من أجل إلغاء الوصل مقابل التصريح المسبق للاستيراد المسلم من لدن المكتب الوطني للمهني للحبوب والقطاني في حالة عدم إنجاز المستورد لأية عملية استيراد داخل أجل 120 يوما ابتداء من تاريخ الاستيراد المصرح به من لدن المستورد والوارد في الوصل المذكور وتمديد الإعفاء من إيداع كفالة حسن التنفيذ التي تستفيد منها حاليا واردات الحبوب والقطاني المنجزة تحت أنظمة جمركية ليشمل عمليات استيراد الحبوب والقطاني المنجزة من طرف أول فائدة السفارات وتمثيليات الهيئات الدبلوماسية في المغرب والعمليات المنجزة في إطار طلبات العروض المنظمة من طرف المكتب المهني للحبوب والقطاني المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب وشركائه الاقتصاديين إذن كان هذا نص البلاغ الصحفي دعونا نأخذ الأسئلة السلام عليكم السلام تحيتي السيد الوزير وسيدة الوزيرة بريد تستغل هذه الفرصة لتواجد سيدة الوزيرة بجلنا نترحلها السؤال بغينا نعرفه كانت الحكومة أعلنت عن مجانية يعني الخدمات الرقمية بالنسبة للاستفادة من الدعم الاجتماعي ولكن كلاحظوا أن هناك يعني اقتضاد في منسبة لمقاطعات منسبة لكي بغوي يأخذ الوثائق يعني لهذه الغاية وكذلك بغينا نعرفه أين هي رقما يعني في هذا المجال وبغينا كذلك نعرفه مدى صحة اقتطاع خدمة تحويل أموال الدعم الاجتماعي من طرفي بعض الأبناء شكرا السلام عليكم سيد الوزير مرحبا سيدة الوزيرة سؤالي سيد الوزير هو أن هناك موفار أقار ربما غاربة أن جهات الشمال هي التي سجلت أكبر نسبة من التساقطات المطار التي شهدتها للمملكة خلال الأسبوع الأخيرة في المقابل نجد أن أكثر الجهات تضررا من الجفاف ما يعني يعني الحكومة الفطنة أين الخالي في هذه الجهات وشكرا شكرا مساء الخير سيد الوزير في محاولاتها لحد من هدر المياه أصدرت سلطات المحلية عدد من القرارات لمنع أو إغلاق الحمامات العمومية ومحلات غسل السيارات ثلاثة أيام في الأسبوع في عدد من المدن منها طنجة والدار البيضاء هذه القرارات طبعا ينتظر أن تؤثر سلبا على الأنشطة الاقتصادية هذه الأنشطة الاقتصادية هل من تفكير حكومي في دعم العاملين في هذه المجالات أو تعويضهم وهي قطاعات يقول الممثلوها أنهم تضرروا أساسا منذ جائحة كورونا وما زالوا يحاولون استعادة عافيتهم شكرا مرحبا سيد الوزير مسألة أو المصدقة اليوم على إدفاء الصفة العمومية موظف العمومي للأساتدة هل هذا يعني إنهاء التعاقد وإدماج الموظفين الذين كانوا يشتغلون بإطار التعاقد أو الأساتدة في الوظيفة العمومية بشكل كامل واستفادتهم من خدمات هذه الوظيفة ثم مدى عن الاقتطاعات هل ستتوقف بالفعل شهر مارس المقبل وهل سيتم صرف الزيادة في نفس الشهر كما راجت الأخبار مؤخرا شكرا والتوقفات طبعا مازال خير سيد الوزير سيتم اللجوء إلى إغلاقها كذلك كبار المسؤولين عندهم مسابح وأبار في الفيلات والضيعات الفلاحية وعموم أغنياء وميسورين مغرب يعني لماذا الكالب مكيالين في هذا التوجه سؤالي للسيدة الوزيرة هل الرقم هنا سنتجه بها إلى مواجهة محاربة الفساد وإبعاد المواطنين عن اتقاع بالمواطفين ليقع في هذا الإشكال كبير بطلب وطعه كثيرة ومتميتم ووقوع بعد شطط لدى بعد مواطفين شكرا السيد البحراني مرحبا مرحبا سيدة الوزيرة السؤالي في اتجاه نفس السؤال ربما لطرحوا الصديقين أناس وزميل أحمد الأرقام لكن أنا أسأل وش خيار دي القطع الماء على المدن الكوبرا كاربات مثلا مأصلح للشرب شوام تروح أمام الحكومة ثم عندي سؤال سيدة الوزيرة بخصوص حضور الأمازيغية في هذه الاستراتيجية المغرب الراقبي شاهدنا مثلا واحد الموقع الكبير لإطلقات الوزارة التقافة نية مغربية وما فيش حضور ديال حرف واحد ديالتي فينا شكرا شكرا كلمة السيدة الوزيرة تفاعل مع الأسئلة السلام عليكم سيدات وسادة رجال ونساء الإعلام كما قال سيد الوزير اليوم قدمت عرض حول توجيهات العامة التنمية الرقمية مغرب الرقمي 2030 هات الاستراتيجية هي جادة تماشيا مع الرؤية الملكية السامية لدعاة على أننا نستفدو من هات التطور الرقمي على أنه المغرب يكون عنده خدمات رقمية عمومية صالح المواطنين كما أنه خاص الشباب المغربي يقدر نعاونه باش ينتج حلول مغربية تتجاوب مع الاحتياجات ديالنا ونستمره فرص الشغل والستثمار فأذكرت أولا بالمكتسبات في مجال الرقمية اليوم المغرب عنده 600 خدمة رقمية للعموم 300 المواطنين 200 مقاولات 200 الإدارة كان أيضا ترسانة قانونية مهمة المغرب تكون تقريبا 13 ألف كفاءة رقمية جديدة كل سنة بلد الثاني في مجال ترحيل الخدمات 130 ألف شخص لخدام في هذا المجال 15.8 مليار ديال الدرهم ديال رقم المعاملات فالهدف ديال العمل الاستراتيجية هو تعزيز المكتسبات وأيضا توحيد الرؤية باش المغرب يزيد يتقدم كتر في هذا المجال فأولا تنتكلمو على رقمنات الخدمات العمومية ليش رقمنات الخدمات العمومية باش نسهلو على المواطن على أنه هو مرقاش يحتاج تنقل الإدارة على أنها تكون شفافية أكتر على أنه يكون تبسيط أكتر هاتش بالطبع غير عاون في الشفافية ونقلل من الفساد فطريقة ديالنا هو أنه تكون تسريع لهاد العمل تكون جودة أكتر باش تكون الساتيسفاكشون ديال المواطنين ودى المقاولات وتكون شمولة هات الخدمات الرقمية خاصة المغربة كلهم يستفدوا منهم في مكانوا كيف مكانوا كل شيء المغربة خاصةهم يستفدوا فبالنسبة للحكمة فتتبقى كل وزارة وإدارة هي المسؤولة على رقمنات الخدمات ديالها وزارة انتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مع وكالة تنمية رقمية تتعطي المواكبة تقنية المواكبة المادية في بعض المشاريع المهمة تنتابعهم على حسب النجر الرقمي ديالهم وعلى حسب الاحتياجات ديالهم الورش التاني المهم في هذا المجال وأنه المغرب تنشتغله بشيولي بلد منتج للحلول الرقمية لاش يكون بلد منتج للحلول الرقمية بشيكونوا لدينا حلول رقمية مغربية وباش نخلقه فرص شغل الشباب في جميع أنحاء المغربة فهذا شيء يتم عبر دعم مجال ترحيل الخدمات كما قل لكم هو مجال اللي الحمد لله عنده إنجازات مهمة فنزيدو نشتغله بشيولي يعطي قيمة مضافة أكتر وهذا شيء عبر يكونوا مواهب شابة ويكون عرض مغربي تنافسي الموضوع الثاني هو الشركات الناشئة كيفاش نزيدو نقويهم وندعموهم عبر يكون إطار قانوني ديال الشركة الناشئة الاستخدام كيفاش يولجو الأسواق الوطنية والأسواق الدولية أيضا تمويل جميع مراحل الحياة ديال الشركات الناشئة والمواكبة ذات جودة بالنسبة للشركات الناشئة تكلمنا أيضا على رقمنات الشركات الصغرى والمتوسطة باش نزيدو بالإنتاجية ديالو الاستراتيجية عنده أيضا ثلاثة دعامات المهمة الدعام اللولى اللي هي بالنسبة لنا هي محرك ديالتحول الرقمي وأنه يكونوا عندنا كفاءات رقمية أكتر عبر تكونات الجامعية إعادة التأهيل مدارس البرمجات تكوين عن بعد جميع أنواع تكوينات باش كل شيء المغربة وفي جميع أنحاء المغرب يقدروا إلا بغاو يستفدوا من هاد التكوينات الرقمية وعدنا وعدنا ديزنبيشون تريغاند هاد المجال مجال الحوسبة أيضا راكم شتي وتوقيع اللي كان في الإمارات وهاد المجال الحوسبة هو مهم لتسريع وطيرات التحول الرقمي أيضا تغطية الانترنت في جميع أنحاء المغرب وتكون ذات جودة أكثر وتكون عندها تغطية أكثر لجميع المناطق النائية مجال الذكاء الصناعي وأيضا مجال مهم واللي عنده تواجد قوي في جميع مكونات الاستراتيجية للخدمات الرقمية العمومية لأنه المغرب يكون منتج الحلول الرقمية لف الدعمات أيضا تكوينات في مجال الذكاء الصناعي هاد الاستراتيجية يتم السيارة ديالها بواحد طريقة تشاركية أخدمنا مع القطاع العام مع الخطاع الخاص كانوا ديزاتوليه دو تخفاي اللي تيقلسوا الناس و جميع الفاعلين اللي تيقلسوا وتتم السيارة ديال هاد المزور ديال هاد الاستراتيجي اليوم تم تقديم ديالها في المجال في المجلس الحكومي المرحلة المقبلة إن شاء الله هو أنها غدي تم العرض ديالها في اللجنة الوطنية الاثنمية الرقمية اللي فيها ممتلين ديال القطاع العام ممتلين ديال القطاع الخاص وأيضا خبراء باش يدعوا اللمسات الأخيرة ديالها إن شاء الله بإذن الله شكرا سيدة الوزيرة شكرا سيدات والسادة الصحفيون على الأسئلة المطروحة طبعا إلا فهمت من خلال الأسئلة الأخرى ذات الطبيعة العامة جوجل المواضع الأساسية الموضوع الأول يرتبط بالوضعية المائية اللي كتمر منها بلدنا وبالإكرهات المطروحة اليوم على السعيد الوطني أسئلة مختلفة حوالي 4 ديال الأسئلة والموضوع الثاني هو موضوع ديال الحوار المؤسساتي اللي كين بلنا الحكومة مع نقابات تعليمية بخصوص المخرجات دياله اللي جزء منها اليوم كين حاضر في هاد في هاد الجدول الأعمال ديال مجلس الحكومة المنعاقد اليوم نبدأ بالموضوع الأول الموضوع ديال الماء يجب أن نعترف جميعا بأنه هادش عبرت عليه الحكومة غير ممر بأن الوضعية المائية صعبة في بلدنا هذه السنة على التوالي الخامسة اللي هناك يعني شح ديال تساقطة المطارية فالحكومة هاد الموضوع هذا توليه أهمية كبرى وجلالة الملك يترأسه شخصيا اللجنة التي تتابع هذا الموضوع وترأس غير ممر اللجنة طبعا هي على صعيد الحكومة ولكن جلالة الملك ترأسه اجتماعات ترأس اجتماعات متتالية هذا يؤكد على أن جلالته حفظه الله يتابع هذا الموضوع بشكل شخصي فعلى مستوى العامة اللي تقوم به الحكومة هو أولا تسريع ديال البرامج والمشاريع المندرجة في البرنامج الوطني لمياه للماء الصالح للشرب والسقي فيها شيء يرتبط بتسريع إنجاز مجموعة من السدود فيها أيضا شيء مرتبط بالتحلية ديال مياه البحر فيها شيء أيضا مرتبط بإنجاز مجموعة من الأتقاب فيها أيضا شيء مرتبط باستغلال المياه الآن على قلتها الموجودة في السدود عبر وضع مضخات عائمة إلى غيرها من الإجراءات ثم مكن المحور الخامس اللي مهم اللي هو المحور ديالربط الأحواض واللي كانت تجربة ناجحة جدا ديالربط الحوض ديالسبو مع الحوض ديالأبيرقرق واللي تنجز بأياد مغربية وفي يعني مدة زمنية قصيرة جدا فيجب أن نعترف بأن الوضعية المائية هي وضعية صعبة جدا وبالتالي الحكومة كما قلت تسارع الخطأ من أجل تسريع هذا البرنامج وبالتالي لكي يتم توفير هذه المياه أولا المياه المواطنين وأيضا توفير المياه الصالحة للسقي من أجل الإنتاج الفلاح فهذه المياه الموجودة الآن على قلتها والتعبئة اللي كتقوم بها الحكومة تستوجب أن نتعامل مع هذه المياه بكثير من العقلان وهذا محور من المحاور اللي الحكومة كتشتغل فيها واللي مرتبطة بالتعبية وبأنه نذكر بالأهمية ديال الماء وبأنه الماء ماشينش مادة لخصية التعامل معها بشكل غير مسؤول فهذا الموضوع تليه الحكومة أهمية كبيرة جدا جلالة الملك يتابعه شخصيا الحكومة عبأت الإمكانيات المالية وعبأت أيضا الأطر والموارد البشرية وعبأت أيضا اللجان اليقظة على الصعيد الوطني لتتبع هذا الموضوع بكل دقة وبكل مسؤولية وبالتالي فإن الإجراءات الآن التي يتم اتخاذها في بعض الأقاليم هي إجراءات تستوجبها الضرورة التي تمر منها بلادنا بخصوص الموضوع الثاني والمرتبط بالتعليم الحكومة منذ أن باشرت الحوار خاصة اللجنة التولاتية بمتابعة من سيد رئيس الحكومة منذ أن بدأت الحوار عبرت عن إرادتها السياسية في إنهاء موضوع التعاقد إذن موضوع التعاقد من ناحية السياسية هناك إرادة سياسية قوية لدى هذه الحكومة في إنهاء هذا الموضوع اليوم في هذا الاجتماع نعيش يوم استثنائي لأنه جوج القوانين مهمة جدا 044 و 034 يعني النهاية للتعاقد فبالتالي سنزول هذا المصطلح للأطر النظامية من القانون 0700 المتعلق بإحداث الأكاديمية للتربية وتكوين وكان القانون الثاني المتعلق بأنه نظام لمعاشات ما تبقاش تسمية السابقة جميع الموارد البشرية العاملة في وزارة التربية الوطنية هي موظفين بما فيها هدو التي تضفو في سنة 2016 فالحكومة اليوم من خلال هذه القوانين أنهت هذا الموضوع للتعاقد وأسست لشراكة جديدة مع نساء ورجال تعليم لاستكمال الإصلاح الذي ننشده جميعا في إطار هذه التحولات الكبيرة التي تعرفها بلدنا قضايا وحدة أخرى ترتوها هذه كلها قضايا يتم مناقشتها ما بين القطاع الحكومي ومختلف النقابات التمتيلية شكرا لكم